السلام عليكم الجزء الأول من العملي لهذا اليونت هو السيرفيس أنتومي الانتيرابدومنال والبريتونيوم والسطمك والمزانتين والمزانتين السيرفيس أنتومي قلنا كل شيء مهم بالنسبة إلى الفيزيشن يساعد في الإنزامينيشن وكذلك في البرفورمينج السيرجيكال انترفينشن فعدنا هنا نقطة اللي تكون حول السيرجيكال انترفينشن هي المكبرني بوينت الخط الوهمي ما بين السوبير انتيرير سوبيريليك سباين والامبليكاس هذا الخط ناخذ النقطة ما بين الميديال توثيرت هاي الميديال توثيرت واللاترال توثيرت هاي النقطة يسموها مكبرني بوينت السيرفيس لاندمرك فردا البيس الابندكس الابندكس is variable imposition from person to person فتو يرب البيس تكون فكسب اللي السيرفيس لاندمرك ما لكتها معروف Another point here is a morphe point which is an indication for the base of the gallbladder. I could add the tip of the 9th costal cartilage. Here is the view for the anterior abdominal wall after dissection of the skin and exposing the external oblique of a neurosis above the supra-bubic region. You can see here the external oblique of a neurosis, the lower border is free, thickened free. There is another defect that is called ingonal ligament. This free border is called ingonal ligament. Another defect that is found in the external oblique of a neurosis is the superficial ingonal ring. This is the sphermetic cord. Okay, sphermetic cord. Here is the dissection of the rectus sheath. We call it 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 the abaneuruses of the sternal oblique. An internal oblique and transversus abdominus. In mid-line. In an anterior layer we call it reflection. In the posterior layer. In the posterior layer we call it the contain. أحد الكونتين وأكبرهن هي الرictus muscles وهي أكو arteries ونервز وأنا عضلة صغيرة هنا من بينه هنا وهي الارتري هي تمشي posterior to the rectus abdominal muscle فإحنا هنا مسوين reflection للأنتيرال لير اللي هو يتكون حسب الposition من الأبنيوريسي والإنتيرال أبنيوريسي والترانسل أبنيوريسي والترانسل أبنيوريسي الرictus abdominalis هاي المعضلة كل المسل وهاي اللاترال بوردر مالدها ومننا نبين البوستيريار بس هاذ البوستيريار الهنان واقف حده إلى النقطة ما منتصف المسافة ما بين الأمبركس والسبير وبوبك سيمفسيس يسموه arc weight line زين؟ وهذا هو الانفيريار أبغاسترق آر تري بكي؟ وهي الانفيريار أبغاسترم أسفل وحصل الانفيريار أبغاسترم أعطي أبانيوراسيس، بس لأن الترانسفيرس أبداً أبانيوراسيس ينتهي لهنا البوستيرير لير اف الريكتر تشيث في جواها يبين الفيشية ترانسفيرساليس، اوكي؟ هنا نفس الريكتر تشيث بس شن العبلة على البود نبين البوستيرير لير اف الريكتر تشيث أكثر هذا أكثر من الامبلكس، هاي الامبلكس، فتشوف انه هاي الانتيرير لير وهاي البوستيرير لير شوف ينتهي أذي أركويت لين، midway between at the point midway between the umbilicus and the pubic septicis. اهنان هاي هي هاي الفيشية ترانسفيرساليس، اوكي؟ اهنان الدايسكشن للأبدومنال والوأوبنين ليل بريتونيال كابتي، فهس هاي قدامك، اهنان من شن من احنا فتحنا الانتيريب دومنال والوسوينا الريفلكشن، شفنا مجلب بالدايفرام، بالدايفرام وبالليبر، بواسطة الفالسي فارم لجمت هاي، هذا منجلب بالأنتيرير بدمنال والاوبنال والأمبلكس، زيال؟ بي اعطي بردر هاي للأنتيري ردر بدمنال والوأتع بردر توجب للعفرام، و بي في بردر هاي، اللي يمشي بيها الفالسي فارم لجمت والبري امبلوكال بنین، اللي يصب بالبورطال بنين، اوكي؟ وهذا هو هنانا ال Greater Aumentum هاذا Greater Aumentum اللي جاييني من Greater Curvature of the Stomach وينزي الجوه فري ما مجلب بشيه زيان يسموه أبرون بعدين يلوف يجي يجي يجلب بالترانسفرس كولون اللي جواها فلازم نشيل الأبرون فيظهر للترانسفرس كولون. الترانسفرس كولون هم موبايل لأنه ميزانتري. الميزانتري مالته هاده هو ترانسفرس ميزا كولون اللي مجلب بالبوستيري الأبضامنال وال زيان يفصل اللسرساك اللي هي اللي هي اللي سبيس جوه للستمك عن الغريترساك هذا الغريترساك هذا كل المكان اسمه غريترساك كل هذا غريترساك هاده اللي سبيس بالغريترساك طبعا هاده الغريترساك نقسم الى قسمين سوبروكوليك و انفروكوليك السوبروكوليك هو أباب الترانسفرس كولون والإتس ميزانتري والانفروكوليك جواهن يتقسم الى أربعة هذا واحد اسمه بالليفت باراكوليك جتر اللي محصور ما بين الابدمينال وال والاسسندي كولون هاده رايت باراكوليك جتر بين الابدمينال وال والاسسندي كولون وهاد السيكم شوفها منفوخة هاي السيكم زين السيكم intra-aubarytoneum but has no mesentary انتبه ال-intra-aubarytoneum أنواع أكو intra-aubarytoneum مثل السمك بها mesentary الأومنتم واللسر أومنتم والإنترابريتونيوم هو اللي بيها ميزنتري تتحرك براحة السيجمويد إنترابريتونيوم بس has no ميزنتري الليبر إنترابريتونيوم بس ما يتحرك بميزنتري مربوط بالإنترابدمان والوال وبالدايفر بيفض أو لجنب هاي هنانا سوينا الرفلكشن إلى الليبر على مودي نشوف الاستمك أوضح فهاي الاستمك هذا الليسر كيربيتشر نازل من عنده وهذا الليسر كأومنتم وهاي الفري بوردر ما لاته اللي هي هباتو ديودينال لقمن اللي جوها أببلاوك فرامن شوف الليبر هذا هو الليبر مجلة بفالسي فورم لقمن بالدايفرام هذا الدايفرام والأنترابدمان الوال اللي شناه هذا الناموك هذا الاسبايس باتوين هذا الاسبايس و هذا الاسبايس يسموهن سبب افرينك سبايس رايت و لفت هذا الرايت هذا الرايت و هذا الليبر محصور ما بين الفالسي فرام الليبر والدايفرام and anterior abdominal wall من الابوف الدايفرام من الانتير anterior abdominal wall من البوستير من الرايت الفالسي فرام لقمن إذن هذا الرايت سبايس هذا هو نفس الفالسي فرام سورة أوضح وهذا الرايت سبايس وهذا الرايت و ها هي الاستمك و ها هي سوونا رفلكشن للترانسور ميزا كولون وهذا الميزا كولون ترانسور ميزا كولون مكلب بالبوستير abdominal wall هنا سوونا رفلكشن لها الرايت أنا مود نشوف الروت هذا الروت مالتها وهذا الميزانتري مالتها ها الميزانتري مالتها اوكي هنا سوونا رفلكشن للسمال انتستين and its and its misantry from the left side they show فك الاسسن دن كولون وهذا السيجمويد السيجمويد يتحرك وبيه ميزانتري هذا الميزانتري مالتها اسمه سيجمويد ميزا كولون هذا الاساس هو اسمه left ميزانتري sinus between الروت of الميزانتري وبيان السيجمويد and الاسس and الاسس دن كولون هاذ يكون مفتوح الى البلبس ينزل الى داخل البلبس نرجع للستمك هاي الصورة رافع الليبر وهي هي الاستمك وهذا اللسر كيرفيتشر وهذا الفريبوردر مالتها يعني هاذا البرست انج of ديودنم وهي هي الاببلاوك فورام اللي من خلالها تدخل البروب وتفوت الى اللسر كيرفيتشر اللسر ساك اللي موجود جوه الاستمك جوه الاستمك وجوه اللسر اومنتم وجوه الليبر هاذا الاساس هاي الفتحة زين هاي الفتحة شنو الباوندري انتيري لهذا الفريبوردر وأكو ثلاث ستركشورات يمشي بي و بستيريير لي اكو براية البريطونيوم وجوها الانفيرير فينا كابل اوكي هنانا سوينا دايسكشن الى اللسر اومنتم وبالتحديد الى الفري ايج على موضي يطلع لك الستركشورات الموجودة بالفري ايج بعد ما قصينا الليفر على موضي يصير مكان واسع للتشريح زين فظهر شنو المحتويات الفري ايج اللي هي المص اللاترال هو البالدك شفهاي البالدك تصعد لي فوق بس صير تتقسم ثنين اللي هي السيستيك دكت هاي وهاي القولو بلدر وهاي الكمان هباتيك دكت اللي جاية راية وليفت هباتيك دكت هنانا أباف أنتو ذا ليفت سايد يجيني البروبر الهباتيك بروبر الارتري هاذا مل جايني جايني من الكمان هذا الكمان هباتيك يتقسم الى غاسترو ديدينا هاذا نازل لي جاو فايت خلف جوه الفيرس part ديدينام هاي ديدينام شوف كب شكله وهيا هي البايل رس نهاية الاستماع وهاي الفيرس part of ديدينام فايت جاوه وال البوستيرير وستركتر هو البورتال بس هنانا مبين بالتشريح صاير أعلى ليش لأنه احنا شرحنا كمنا تشريح الفري ايج واخرنا اللي سر أومنتم فصار حر الحركة مسحوب للعالم قليلا وهذا هو greater curvature of استمر يمشي بالأومنتم مالتي ال right to left abibliic artery هذا abibliic artery شوف الabibliic artery الكورس ما لا يختلف عن gastric artery هذا left gastric والright gastric منبين بس هذا left gastric شوف left gastric يعني close to the lesser curvature بينما ال right and left abibliic away from the curvature within the greater omen tum away from the curvature of the stomach okay فاني من اقدر اقص اقدر اقص ال greater omen تم وفوت الى داخل lesser sac ما اقدر من لين يصير bleeding لين لازق الارتري بال curvature بينما هنا اكو مساكل فاقدر اقص هن وهذن الارتريات اللي جايات gastric branch اللي جايات من الارتري اقدر اسوي لهم catheter وامنع النزل وافوت داخل فهاي طريق الجراحي للسبيس شون نقدر ندخل جراحيا الى lesser sac على مد نوصل الى البنكرياس اذا اريد نشتغل على البنكرياس مين نشتغل من هن هن هاي الفلحة ليش لانه هذا window عندي هنا اقدر افوت من هذا مقطع من small intestine اريد اميزه هل هو ججنوم له اليوم طريقك اما اباوه على الميزنتري اشوف الميزنتري اذا كان قريب ما اخوذ من يم الججنوم فيكون لازم بالاركايد سيمبل و long visorecta واذا كانت complicated و short visorecta يعني هذا المقطع هذا المقطع اليوم هاي تفيدنا بالجراحة من نفتاح تفيدنا تباوه على الميزنتري تحدد هذا جي جنوم له بس هنا ما واضح بالميزنتري الاركايد بش نفتح اللومن اللومن نفتحه ونشوف الانترنر الانترنال سيرفيس جنكشن تقل او تنعدم يقوم يكثر يكثر الباير باتش اللي نشوفها وين لازم نشوفها بالأنتي ميزنتري بوردر هاي مفتوحة على الأنتي ميزنتري بوردر زين اهنا مفتوحة هذا الميزنتري بوردر اهنا هاي الصورة مسوي reflexion لل small intestine ومسوف لك اللي ميزنتري sinus اللي محصور مع بين ال ascending colon وال sigmoid and the root of الميزنتري هذا ال root الميزنتري زين و continuous ويا البلبic كاب هذا الميزنتري اهنا هاي فتحنا الويندو surgical window هاي اللي the greater curvature ها لان هاي bloodless ما بيها شرايين ونقدر نفوت الى lesser curvature هاي lesser curvature ده يفوت له زين على موض ندخل الى البنكرياس لان البنكرياس راح تكون شنو خلف البريتونيوم المغطية البوستير ابدا هوا زين هنا هذا السيجمويد transverse colon رافحة هذا الابرون ورافع وجارة وساحب معا transverse colon لانه موبايل فبها ميزنتري هذا الميزنتري ما لها هو اسمه transverse mesocolon ميزنتري ميزنتري بالبوستير abdominal wall هنان فمحدد لك فاصل lesser sac عن greater sac هسا انت هنا بال greater sac زين واضح هني هاي هاي ساي واضح اهنان مسوي magnification لانتير abdominal wall وفوكس ان the superficial inguinal ring هاي superficial inguinal ring هاذ اللigament inguinal ligament و هاذا هو spermatric cord زين هذا الفalsiform ligament وهذا space هو right left subafrhenic space وهذا free margin of the falciform ligament زين اللي بي يمشي ال round ligament of the liver and the very umbilical vein وهذا الفalsiform ligament يربط the liver وي ال diaphragm هذا diaphragm and ال anterior abdominal wall هنان ال dissection ال antralateral aspect of interabdominal wall هذا الاضلاع شوفوا هاي الاضلاع مال الصدر وهنان مشرحين الabdomen شايلين ال skin وال superflat fascia والعضلات شايلين ال external oblic muscle هنا لان flesh fiber من abdomenus muscle شوف تكون transversely running fiber بينما هاي run fiber مالتها upward forward medially زين وال plane between two muscles internal oblique transversely abdominus هو neurovascular bundle تمشي به الشرعيين والأوردة والأعصام هي هاي زين هاي الصورة هي إلى الأبر part of the abdomen reflecting liver هاي اللبر صار رفلك مشوف لك الاستمك اللesser augmentum الفري border الأببلوك foramen وال greater curvature وال greater augmentum والأبرون هذا الأبرون هاي كل هاي greater sub كل هذي الgreater sub كل هذي الgreater sub قلنا الgreater sub رح ينقسم إلى قسم sub sub bro colic هاي كل هذي احنا بال sub bro colic زين وجو transverse colon inf ro colic اللي شيف نا بالصور هذي sub bro colic كل sub bro colic space اهنا قلنا sub franic space اهنا جو اللبر هاي sub hepatic space هاي sub hepatic space اهنا اكثر هذا اهنا هذا اللigament اهنا يصير morrison space اوكي وهاي هي شنو abibloic for amic اهنا دايس لك يقول during barosynthesis abdominalis يعني aspiration of from the berytonial cavity هاي ascites اذا ردنا نسحب السائل من berytonial cavity نسحب طريقين اما midline approach يعني جو الامbilicus midway between symphysis and the ambilicus من ندخل ال needle او من flank approach اللي يكون من هالصفح اهنا فالسؤال هو ما هي طبقات anterior abdominal wall اللي will be penetrated او transverse by the needle زين تعدد لياها في حالة midline approach والflank approach اكو بعض approach اهنا بارا midline اهنا فالبارا midline الطبقات تختلف عن الفلانج ويختلف ايضا عن midline فاذا كانت بالmidline رح نمر بالskin superficial fascia linia قلب transversal fascia external اكسترا بريتوني الفات براية البريتوني وبعدين ندخل الى البريتوني اذا كانت بالبارا midline رح يصير skin superficial fascia anterior layer of the rectus muscles transversal fascia ما عندي posterior لان انا جو ال embolic اوكي بعدين اكسترا بريتونية الفات وبريتوني اذا بالفلانك رح ما عدي اهنان شسم ما عندي ركتة شي عندي عندي muscle هنا skin sub fascia external oblic muscle internal oblic transversal abdominis transversal fascia الفات والبريتوني وندخل لك عرفت فالبروش يختلف اللايرات تختلف حسب البروش اهنان نمسوي reflexion للtransverse colon هذا transverse colon وهذا transverse mesocolon وهذا small intestine والميزنتري مالتها دايشوفك الارتري هذا هو الroot of the الميزنتري of the small intestine اللي يمشي بي السبير الميزنتري ارتري وهي branches from the سبير الميزنتري ارتري from the left side يعني معناها انتستان البرانش من left side هاي من left side اللي تلافر اول واحد من الاعلى هو inferior pancariata dudena ما وابح هنا الثاني هو الرايت المد colic هاي اللي يمشن بال transverse mesocoron هو المد colic الرايت colic هاي برانشات الرايت colic يمشن بال الميزنتري اللي يغطي البوستير abdominal يروح الى transverse الى ascending colar اوكي البرانشات اللي تروح الى transverse colar هي المد colic هاي اللي تيجي من left side هي intestinal colic اما gejunal او ileal شون ما يزهن من الاركايد هاي الاركايد ومن الفازاركتا زين الفازاركتا زين هنا شوف هاي arcade symbol وفازاركتا صغيرة فهذا ileal زين وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة